السلام عليكم تلميذ التلاميين اتمنى تكونوا بخير اليوم كيفما وعدكم سنبدأو الحبثة المولة من البطا ميرفاين سنبدأو الاناليز الالبطا ميرفاين كيفما قلنا في حضا تتصبح دعم الشابتر سنبدأو بالشابتر القول فنشوفوا ماذا هو الغزيومي الذي يجتهى ماذا هو النوقة الأساسية لف هذه الحبثة اشنا هو لتام يعني اشنا هو وزع ما لتام اشنا هو سيا قديل النص ولا اشنا هو طابع اللي كيغلب على النص غدي نشوفو لفيجور دو ستيل ونشرحوهم في نفس الوقت نجبدو الفيجور دو ستيل اللي كينا في هاد الشابتر ونشرحوها اش كتعني بالنسبة للناس اللي مفاهمينش اش كتعني نبدأ على بركة الله قبل ما نبدو لغزيومي ديالي شابتر واحد الحاجة مهمة مدرتهاش في الفيديو السابق اشنا هي غدي نشوفو امتا هادك لابواتا مغفاي انتا تبيبليات شنية تاريخ النشر ديالها وغدي نشوفو شنا هما لبرسوناج ديال النص شكونا هما لبرسوناج ديال الغمو شكونا هما الشخصيات الرئيسية وشكونا هما الشخصيات التانوية هنا يقليك لابواتا مغفاي انتا غمو اوتو بيوغغافيك ديال حمد صفريوي كنا قلنا اشنا هي غمو اوتو بيوغغافيك يعني ان الراوي هو الكاتب هو البطل ديال القصة يعني هو تيعود على السيرة الداتية دياله واضح؟ لابواتا مغفاي تاريخ النشر جلاوة 1954 هاد التاريخ اول هاد لادات دياليسيون راي من الحواج اللي كي تحطو في الغيجيونال كي يقول لك امتا تنشرات لابواتا مغفاي راي لها تقربا شنس نقطة اي كي اباكتين على لتراتور ماروكين ديكسپرسيون فرنسيز احتها دياله موهما كتنتامي لالتراتور ماروكين ديكسپرسيون فرنسيز بحال قلتي الادب المغربي بواحد صيغة فرنسية يعني واحد القصة اللي هي دا الطابع مغربي كتتعاود بواحد تعبير فرنسي يعني واحد لغة فرنسية احتها دياله موهما وكتتحط في الغيجيونال يقول لك اشنا هو لو تيب دو لتراتور يمكن لبواة ماروكين فرنسية لبواة ماروكة فرنسيز Startup سيدي موهما gusto ديب أدين دخلوache لناغاتور إطان سيدي محمد راوي جالقصة اللي كي هضر في القصة هو سيدي محمد طفل عندو ست سنين سيزون تعادرة مهمة سيزون لابوات ميرفاي اى ان پواندو فو انترن عنا ثلاثة جاللي پواندو فو عنا الپواندو فو انترن وعنا الپواندو فو اكسترن وعنا الپواندو فو ذرو هنا الپواندو فو انترن كتعني ان لناغاتور هو واحد شخصية من احداث القصة يعني لناغاتور كيعود لنا على احداث دي القصة باعتباره طرف من الافراز دي القصة هادشي اللي كتعني بواندو فو انترن يعني هو كيشوف الاحداث يعني هو كيعيش هاتيك الاحداث دي المص روجيستر دولانج كوران عنا ثلاثة جاللي روجيستر دولانج كاين فاميليا وكاين كوران وكاين ستنو فاميليا هو اللي كتكون فيه المفرادات كتكون فيه بسيطة بزاف كتكون بانال كوران بينو بين ستنو هو اللي كنستعمله بزاف إذا كنا كنا نهضره بواحد اللانجاج بروفيسيونال مثلا مشينا بنا ندوزو واحد لمقابلات عمل بغينا نكتبو مثلا واحد طالب عمل مشينا لشي إدارة يعني هادك الشخص اللي كتهضر معاه بينك وبينو واحد لمسافة كبيرة يعني ما مشي ما واحد الفرد من العائلة اللي غادي تهضر معاه بواحد اللانجاج عائلي هنا يعنا الغوجيستخ دولانج كوران يعني ما شي كان بسطول الهدرة بزاف ما شي كان بسطول مفرادات بزاف وما شي كان استعملو هادك الغوجيستخ اللي ستونو يعني كان قولو الهدرة غي من الفوق عنا بينو بين كوران سو غمان كنتين دوز شابتر يتخات كون تام لفاميه لسوليتود فهاد الغمان كامل كيف ما قلنا كين 12 شابتر ولي التام ولا طابع اللي تغلب على الرومان هو الطابع ديال العائلة ولا لسوليتود في الشابتر الجيين غنفهمو علاش لسوليتود ودابا غادي ندوزو بس نشوفو لپرسوناج ولشخصيات ديال الرواية عنا شخصيات لولا لناراتر سيدي محمد پرسوناج پرنسيبال دي رومان كاركترزي بار لسوليتود السان اماجناشون البواتة ميرفاية سان سول كمبانيان كونتين ديزوبجه اتيروكليت كيل كونسيدار كوم سي فيريتابل امي سيدي محمد هو شخصية رئيسية ديال النص هو الراوي لي كيعود لنا الاحداث وهو تيهدر على راسه الشخصية ديال سيدي محمد فأثناء الرواية كلها غا نسمعه غير سيدي محمد راضيح هنا يا سيدي محمد عنده واحد واحد الطابع او لواحد طبيعة انه جي ما وحيده كيحس بالوحدة وجي ما كيتخيل شي اشياء ما كيناش عنده واحد لابوات واحد العلبة كيجمع فيها مجموعة من الاشياء بحل مثلا صدافي جي الحواج مثلا ديكلو يعني مثلا مصامير تلقاها طايحة في الارض يعني شي اشياء غريبة كيجمعها في هذيك العلبة كيعتبرها هي الاصديقاء ديولو وكيتخيل ان هذوك الاشياء كتهدر معاه كتبادل معاه الحوار يعني انه كيعتبر هذيك الاشياء اللي هي كتبال نحن بسيطة بحيش كنز تامين لانه تيعتبرها هي الاصديقاء جيال هو ما عندوش الاصديقاء على الرغم من انه تقرف المسيد وكين الاطفل اللي تيقرون معاه ما كيعتبر شي حد صديق جيال وتيعود للاسطار جيال من غير هذوك الاشياء هذوك المصامير هذوك الصدايف اللي عندو في هذيك لابوات وهذا هو السبب لاش تسميت لابوات امير فاي علبة العجائب فيها اشياء اللي كتهدر وكتكلم غير مع سيدي محمد شي حاجة جيال ديال الرايال صدايف لا و Abigail المترجم الرئيس لها سيدي محمد ر Rio سيدي رومان لابوات المرهي اللي أرسنت كم إني جنفام دو 22 أم كي سيقوم بارفو كم إني أفرم كالفت بارتي دو لدسندانس دو بروفت إلا إني فورت كويانس أو سوبرستيتيشان هنا يقال لك أنه لالازوبيدا هي واحد المرهة لين دها 22 سنة وبعد المرهة تكتصرف كأنها واحد المرهة لكبيرة في السين كتظن أنها كتنتمي للسولة لجل رسول صلى الله عليه وسلم وكتطيق بزاف الخرافات ولا كيف ما كنسميوها التطير بحالش مثلا مثلا بحال في واحد شاب يتخكين سيدي محمد كي مرض وفي نفس الوقت كي شري لها رجلها شي براسليات من السوق وكتقول أنه السبب باش ولدها سيدي محمد مرض هو هادوك البراسليات اللي شري لها رجلها هادوك البراسليات جابولي هنحس للدار هو اللي تسبب في المرات ديال سيدي محمد الپرسوناج الموالي ولا الپرسون الموالي هو الپر دو سيدي محمد عبد السلام الپر دو سيدي محمد على كارونتان عندو 40 سانة ولا في الربعينات سمون تانيار بخائمي بغ سون فيس هاد الراجول عندو كيف ما قلنا في الربعينات من العمر ديالو واحد الراجل قاراوي اللي عزيز على ولدو بزاف المعلم عبد السلام هو واحد الراجل للحرفة ديالو انه وكيبعتوب ما كان هدروش عليه بزاف لغمة من بعد عنا الشوافة ولا لا لكنزة اللي كتسكن في الغيد شوصي في الطابق الصفلي ديال دار الشوافة اللي تسمية ديالها نسبة لمولاتها اللي هي نيت الشوافة معروفة في الحي ديالها بأنها كتمارس المهنة جيل أنها شوافة كتمارس تشوافت هي اللي ساكنين عندها العائلة ديال سيدي محمد من بعد عنا العائلة ديال دريس العواد اللي هو واحد شجار اللي ساكن في دار الشوافة دريس العواد إفابغيكم دو شاغيو ماغي دو رحمة إبار دو زينب كي أساتون إكي يدي التستيب على سيدي محمد دريس العواد مزوج بواحد المرة اللي سميتها الحماق عندهم بنية سميتها الزينب اللي في عمرها سبع سنين وهالزينب ما كتتفاهمش مع سيدي محمد أو بالأحرى ما تيحملهاش في دار الشوافة كينا واحد لفامي ديال واحد المرة اسميتها فاطمة البزيوية الفاطمة البزيوية إيساو ماغي علال جاغ دينية باختاج لدوزية ميتاج أفك لفامي جونا غاتيغ في الطبق الثاني فين كينا سيدي محمد هو وباه دريس أمو زوبيتا كينا العائلة ديال فاطمة البزيوية فاطمة البزيوية راجلها اسمته علال جاغ دينية جاغ دينية كيخدم جردا باختاج لدوزية ميتاج أفك لفامي ديال العائلة اللي من بيت هي العائلة ديال لالعيشة لالعيشة ملا سكناش معا نفضر شوافة كانت سكنة وخرجات ولا تسكنة بره لغمو بخزانت لالعيشة كم إطان شريفة ويون انسين وزين دولال زوبيتا إبوس دو مولاي العربي ان بابوشي كيسر تخم بابوشي ايكي سماريوغا فيك لفامي افيك لفي دو كوافر هلا عيشة كيعتبروها بحشي شريفة وجارة قديمة ديال اللي زوبيتا كانت سكنة معها فدر شوافة راجلها هو مولاي العربي شنه يلحفة ديالو انه كيبيع البلاغي هاد مولاي العربي الشريك ديالو في الخدمة غادي يلخوي بيه ولا غادي يخونه ولا غادي يختالس ما قالوش لنا اشنه بالضبط هي لاللعيشة كتعود ان رجلها غضر به الشريك ديالو ايكي سوغا ما كي سو ماريوغا هاد مولاي العربي غادي تجوج على مرتو بمن بنت الكوافر واضح عنا شخصية الموالية هي دريس لتاني سيغفيتور ويا الجمعلم عبد السلام شكونا وهذا هو واحد الكورتي مفضل عند المعلم عبد السلام عزيز إليه إلا في لابتود دو غاغنير لكانت فير لكميش يشتي لبروفيزيون دو لاللازوبيدا كي تسخر لاللازوبيدا وعزيز للمعلم عبد السلام لي هو رجلها عبد الله اني بيسي تخايمي مالغري لبا دو كليون سيدي محمد يفاسيني بار سياري في الحي اللي فيه دار شوافة ما عندوش بزاف ديال لكليان وكيعود قصص خيالية اللي كتعجب سيدي محمد بزاف لفقية آن نوم ماغر أباربو تنو دون ساما آن قونياسي في لوبجه دو كشمار دو سيدي محمد لفقية هو واحد الرجل اللي في البنية ديالو ضعيف وعندو واحد اللي هي باربو تنو دون ساما آن كونياسي شناي كونياسي هي لعصة ديال الفقية وهاد لعصة هذه اولا شخصية ديال الفقية بصفة عامة هي واحد لماصدر ديال الكوابية بالنسبة لنراتر سيدي محمد من بياد عنا سيدي العرافي لدي ديولو مان ديولو مان لبوات ميرو لدي كري كومان ويو عوغل رسمبلو اى اى ساج ديال تن انسي كي ايتي كونسلتة بل لعيشة و لازوبيدا اي كي ليا ريكونفورتة بار سي بارول هنا هات سيدي العرافي هو واحد رجل الكبير واعما و كي شباب حش رجل تقي متان واحد رجل اللي عاف بزاف لعالم مشات عندو اللي عيشة والزوبيدا باش ازوروه فاش كان سيدي محمد مرض كيف ما قلت لكم قبيلة راه ولدها كي مرض و تزامن مع رجل هاش راليها البراصليات قالت راه ولدها مرض حيتش هذوك البراصليات في يوم نحس فاش مرض هاد المرضى مشات هي ول اللي عيشة الدواء عند هاد الراجل هاد يشوفو هاد سيدي العرافي ويقول لهم اشنا هو السبب ديال المرض باعتبار واحد الراجل اللي تقي وكيعاف بزاف في هاد شؤون عندنا سيدي محمد بن طهر شكونا هو سيدي محمد بن طهر هو واحد الحلاق كي يبتلو كاختي ايكيا لسيدي افون داشورة هاد الراجل اللي هو حلاق يعيش معهم في الحي ديال درش وفا وتوفى قبل من الحادث ديال عشورة من بعد عنا سيدي عثمان يصجي دون لغمان دون فيا مغي أللا خديجة كيل كونسيدر كوم صافي هنا سيدي عثمان هو واحد الرجل اللي كبير في السين ومزوج بواحد لمره اسمتها خديجة وكي اعتبرها بحل بنتو لحسب الرواية سلامة يتو سيت مغي بروفسيونل كونه بوغ سفو مسكولين سلامة هي الخطابة يعني اللي كتوسط الناس اللي بغاو تزوج ومتلا واحد الرجل بغاو تزوج كتشوف لي واحد البنت مناسب للزواج معروف عليها في الحي بصوتها اللي غلي اللي كيشبه الصوت ديال الرجل من بعد عنا زهور ينفذي لاللعيشة كونه محمد تخوف تخي بل بوت زهور هي واحد زجارة ديال لاللعيشة اللي هدرقنا عليها قبيلة اللي كان دجارة هون دار شوافة هادي زهور جارتها و محمد كيعتبرها واحد لامره اللي فائقة الجمال لابا غادي ندوزول الشابيتخ وغادي نقرأو شوية غير على دار شوافة نعتبر مثلا هادي هي دار شوافة غير باش نعرف كل عائلة فين كتسكن لان في الطابق الارضي ولا في الغيد شوصي كينا لاللعيشة اللي هي الشوافة اللي هي المالكة ديال هديك الدار في الطابق الاول كينا رحم الصوم غيد ريس كينا رحم ورجلها دريس وبنتهم زينب في الطابق الثاني كينا نجوش ديال العائلات كينا العائلة ديال سيدي محمد أم زبيدة وباه اللي هو المعلم عبد السلام هاد الطابق كيتشاركوه مع العائلة ديال فاطمة البزيوية ورجلها اللال الجاغ ديني ادن هادي دار شوافة وهدا وتوزيع ديال الناس اللي ساكنين فيها ودابا نرجع للشابتر قرأ الغزيوم دوز الامان ديال لانوي والسوليتود جوج ديال العناصر اللي مهي من فالشابتر هي الليل والوحدة الوحدة ديال من ديال سيدي محمد راهو بوحده فالغمو اللي يعاني من الوحدة ولي كيهدر عن الوحدة بوحده لبوحده لبوى دو لسوليتود يعني التقل ديال لسوليتود على الراوي اللي هو سيدي محمد لناراتور يصنج أبا يبار على روشيخ ديال ديال لانفانس الانفان ديال سيدي ديال ديال كيهدر سيدي محمد هو واحد الطفل اللي مختلف على باقي الاطفال اللي عندو واحد الطفولة ديال الوحدة مكي تشاركش الحيات ديال مع الاسدقاء والأطفال اللي في سين ديال الوحد 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 صليتر ريوفر fascيني واحد شخص دائف دائف شخص يد ديال واحد وندو واحد خيال علمي واسي par للماند invisible à travers les souvenirs de l'adult et le regard de l'enfant le lecteur découvre la maison habité par ses parents et ses نوم locataires شابتر الووال كان هدرو بزاف غير على شخص واسي دي محمد كان اعطي واحد سياق ديال شخص واسي دي محمد وكان هدرو على دار شواف وشخص اللي ساكن فيها la visite commence par لغ ريوف سي habité par un voyant la شواف طبيعة الحال كي يجو عند ه الناس الناس اللي كي بغ تقديل هم الاغ دي وليهم وفي نفس الوقت كان واحد المجموعة دي القناوة اللي كاتهي هادا يجو دي ويجو ويجو دي ويجو دي ويجو ويجو دي وحلم ادر لجو اللي دي دي و мне عم سي مر بأم دي ويجو سي دي par les récits de عبدالله et les discours de son père sur l'enfant de 6 ans accompagné sa mère ابا مار حني فات chapitre كيبشي ستي محمد معمول الحمام اللي هو ابا مار حني كيبالي الحمام بحالانفر بحالجاحيم مراكي عطي وحتبي كيقولك أن الحمام دير بحالجاحيم أو تيشبه هادوك العيالات اللي كي ننتمك بحالكوابيس مع الجوب دير الحمام تيكون شوية دلاغ ودخان تيبالي هادوك الحمام بحال كيف ما قلت لكم بحالجاحيم و هادوك العيالات تيبالو لي بحالشي كوابيس يعني بحالشي حالما خايبة هادوك الحمام كي اعتبرو ستي محمد السنوي ومليو دي فام سيزيس اسپاس دو vapeur دو ريمر وداجتاشن تيبالوي بيان لانفر كيف ما قلت لكم اعتبر الحمام كأنهو الجاحيم بحالك الجوب اللي كي خالقو العيالات تيما في الحمام بحالك الجوب دي الحمام نفسو بحالك البوخار اللي في الحمام اللي شابتر سترمين سور ين كيرل سبكتاكولير دون لزاكتور سو لامام دو لانفان ويسا وزين رحمة هنا يكا خلاصة اللي شابتر تيهدر لنا غير علشكونا هو سيدي محمد كي ديرا الشخصية ديالو سيدي محمد هو واحد طفل اللي عنده ست سنين الشخصية ديالو انهو ضعيف الشخصية ديالو ضعيفة دي ما بالوحدة وعندو واحد الخيال علمي واسع كي هدرولينا على دار شوافة شكل يساكن فيها وكيفاش مقسمة هذي كالدار كي عودين ايضا على تجربة ديالو في لبامور في الحمام اللي اعتبروا انهو الجهيم هادو هما النقاط الاساسية اللي كانين في الشابتر الليول هادشي هو سكيل فوغوتونيق هادشي اول اللي خسنان شدوم زيان بالنسبة للشابتر الأول ديالو بغطة مربع دابوا غادي نشوفو اشنا هما اللي فيجور دو ستيل اللي كانين في الشابتر الليول عنا اولا واحد الجملة مالصوليتود نوضات باديار هاد الفيجور دو ستيل كي تسمى لاليطوت اشنا هوا لاليطوت لاليطوت هو مثلا فاش كتبغي تعطي واحد الخبر اللي سيئ وكتقولو بشي صيغ اخرا باش هدك الشخص غاديش تجي تقول لي هني شا لالأم جا ماتت غاديش تجي تقول لي مثلا إنا لله وإنا إله يرجعون البقاء لله يعني قدقول هدك شلي عندك هدك خبر اللي عندك بواحد صيغ اخرا باش ما تكونش لوقت ديالصدمة قوية على هدك الشخص اللي كان هدروا معه فيجور دو ستيل تاني لسوار يل غاون ميطافور عشنا يميطافور حييفاش كان عطيو واحد تشبيه وما كتكونش عنا الآدات ديال تشبيه مثال بغنا نقولو مثلا محمد مثل الأسادي محمد مثل الأسد في القفاش في القوة هذا تشبيه حيجاش عنا الآدات مثل باش بتولي عنا ميطافور غال نقولو أحمد أسد كنحييدو الأدات ولكن ركيب قال معنا وهو يعني أحمد بحل أسد أحمد أسد يعني أحمد قوي تشيك نقصدو بالميطافور لسوار يل رنت لكور غرو يل زيور جي جملة الثالثة ليلان دماء دو سفات اتت دي جور مارن بلو تخيست بلو غري اي كلي جور أوردينير لك أن هذه الأيام القادمة هذه الأعياد ستكون أكثر حزنة و ستكون سوداء يعني أيام لخيبة يعني لدينا أكثر و لدينا يعني لدينا الأدات تشبي يعني كما جملة بلو أوردينير لكوراني كوراني ستكون أدو با دو ميزا أش لي لابيري فخاز لابيري فخاز هي فش كنستعمل واحد جو جيل الكلمات لكي عوض لينك لما وحدة متلا تنقول مراكش المدينة الحامراء المدينة الحامراء كتسمى بيري فخاز عوضنا مراكش بشي حاجة أخرا كتسمى بيري فخاز بحال هنا بلس تنقول المسيد جلنا إيكول كوراني مدرسة كورانية هادي بيري فخاز لكتعوض لين المسيد هنا الجملة الخامسة إدن لابيري نومبر دو سي جران دو 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 كريتان لاشو وفا غيمي سي سي بليني كون جوري سي 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 دو دو دي نواج دونسو إدو بينجوان هنا عنا لاغراداسيون وعنا لاميطافة شنية لاغراداسيون لاغراداسيون وفاش كنكونو كنوصفو وبحال غاديرو كنطلعو مثال أنا مثال بالعربية أجلسو أقفو أجري أجلسو أقفو أجري يعني غاديرو كنطلع فهذا كلو غيتم ولاميطافورة قنناها قبيلة هيا واحد لاغراداسيون واحد مقارنة اللي معنش لأدات ولا واحد شبه اللي معنش في لأدات لاغراداسيون لاغراداسيون الإنميراتيون أو لاغراداسيون 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 بلاغراداسيون ديولو هاداك الفقيه هو على استهداء هنا قال لك كتبعت واحد شرارات ديال النار لي فيها الغضب شرارات ديال النار لي فيها الغضب يعني بحل العيني يتيخرج من نموم العافية ما يمكنش هادي بيخصوني فيكاتشو وشنا هي الحاجة لك تخرج العافية هما الباراكين هنا يا وادش باش كي يشبه لنا هاداك الفقيه قال لك أن العيني ديالو كتدرف النار ولا كتدرف النيران وما يمكنش إنسان عيني يخرجوا منهم النيران يعني هادي بيخصوني فيكاتشو اعطينا واحد صفة جالبور كان الانسان من بيد عندنا توت سي فام بارلي فور جيستيكولي اوك باسشان بوسي دير المون ايان جيستيفية نحن يتيعاود على العيالات في الحمام قال لك أنهم تيهدروا وش يقولوا واحد الأصوات اللي منفهماش دير المون يعني تمهميه ما كيفهمش أشنو كيقولو هادي قرادة شون يعني غاديو كيطلع في لغيتم بحال المتال اللي نعطينا قبيلة ما مار فان دي سور موا ايبيربول اشنا يا ايبيربول هي المبالغة كان قولوا مثلا جمع دفن غادي الموت بالجوع واش الانسان للمكالش غادي يموت إلا هو يقدر يموت ولكن من بعد واحد اللي موت دا طويل جا الزمن اللي مكالش ولكن واش غادي يموت تيكسا عدي كل لحظة في اندر الجوع إلا هادي كادي تسمى ايبيربول مبالغة تgeon الكهنف اللي في جوردو ستيل ودا باغير نعطيو اللي ثاب دي لغيتم لا بواتا مقفا يكون لها اشنا هما اللي ثاب hazard اللي فيها شاب بتخلق الاول قلنا لغيتم الة اللي فيه هم الطفولة وهم الصوليتود سيجي محمد كيهدر على الطفولة دياله وكيهدر على الواحدة دياله را شاب بتخلو وال في اله في البواتا مقفا يكون لها اللي ثاب苦ات ل nutritional هما لا يعنيو ماaba لغيتم اللي عناها الوحدة الدراسة يعني كيهدر على المسيد فين كيقرأ الدين السبيرستيسيون شنية السبيرستيسيون نية التطيير هدوك الكوينس و هدوك المعتقدات يجي للعيالات كيف بحال قبيلة كيف ما قلنا مشات عند السيد العرافة باش يقول لي هاي شو اندها مريض المغابط الافايانس هني كيهدر على الشوافة يعني تشوافة الحرفة ديالها الاماجناشون الوغاب الخيال العلمي ولا الخيال اللي كي تخيل سيدة محمد الكونديسيون دو لفام يعني كيهدر على العيالات ولا تكتر الجو ديال النساء في دار شوافة لستاتيو ديب ديبار يعني الدور ديال الاب في العائلة لإيقو القراني ولا لإيقو لإيقو التخاديسيونال اللي هي المسيد لبون فوازناج الجورة الجيدة تيهدر على الجيران لتام ديال الفوازناج الاب بوليغامي هي تعدد الزوجات على شيد كين واحد شابيخ اللي هنا كتعود فيه لالعيشة لقلنا أنها واحد الشارة اللي كانت في دار شوافة وخرجات من قشتكنا فيها كتعود على أن رجلها تزوج عليها بمرأخورة وكين حتى في واحد الشابيطخ آخر اللي غازي نكتشفه من بعد واحد الشخص آخر اللي كيتزوج بواحد المرأخورة على مرطوم هاتش اللي كان بالنسبة اليوم اليوم ما رأي قلنات قريبا عليش كتهضر لبوطة مغفاي قول لها قلنا على ناليز جال الشاب يتخل لول متمنى تكونوا شديتوا شوية وفهمتوا شوية عليش كتهضر لبوطة مغفاي هاتش اللي كان في فيديو اليوم أي ملاحظة أي تعليق أي حاجة نسيتها بريتو نزيدها أي تعقيم نتمنى تخلوا ريا في كومنتر ونطلقوا إن شاء الله في فيديو القديم إلى اللقاء